شكراً جزيلاً الدكتور العزيز على المقدمة وحتى لا أكرر بعض ما قاله زميلي وصديق العزيز دي جوساريو كوكاريلا أركز في الوقت المتبقي على بعض أهم النقاط التي أرى أنه يتوجب علي الإشارة لها في نهاية هذا المؤتمر أولاً يبدو لنا في نهاية هذا المؤتمر أن الطيارات والمقاربات السائدة في الدراسات المتعلقة بمجال الأخوة الإنسانية ما زالت أسيرة لمقاربات تخطاها الزمن وأثبتت الأحداث عدم قدرتها بمفردها على تناول وفهم واستشراف الزواهر المرتبطة بالأخوة الإنسانية وفي القلب منها الحوار بين الأديان عن أي إسلام ومسيحية نتحدث عندما نتناول مسألة الحوار بين الديانتين حول موضوع الأخوة الإنسانية ألا يوجد تطابق برغم اختلاف الدين بين المتطرفين من كلا الجانبين في النظر إلى العلاقة بين الدين والسياسة من جانب وبين من يرون من الجانبين بوجوب الفصل بين الدين والسياسي على الأقل في الفضاء الدولي سؤال نحن وبلا شك في حاجة لمقاربات إبيستيمولوجية جديدة خصوصا في سياق عالم اليوم الذي يشهد تحولات عميقة في بنيته وهذه التحولات ناتجة أساسا عن تحولات أخرى سلبية على رأسات تحولات الديمغرافية والبيئية والاقتصادية والزكاء الصناعي إلى آخره وهكذا كان مرور العالم بأربع تجارب لها ما قبلها ولها ما بعدها في تاريخ البشرية وهي بترتيب الوقوع الربيع العربي وجائحة كورونا والحرب الرسول الأوكرانية وأخيرا الحرب في غزة عام 2023 كما أشارت بعض المداخلات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا السياق الجيوسياسي والإبستومولوجي المعقد والمتعدد المستويات المؤتمر لن ينتهي اليوم ولن نتوقع أن تبدأ آثاره العميقة اليوم ففي ظني أن المؤتمر قد تحول إلى ما يمكن تسميته ورشة عمل فكرية وعصه زهني ربما سينتهي أو ربما سيبدأ من جديد بعد صدور الكتب المخصصة لأعمال المؤتمر السادة الحضور أمام التحديات التي تواجه وثيقة الأخوة الإنسانية ومبادئها أختار بعض المشاركين في هذا المؤتمر كراءة الوثيقة بشكل نقدي رغبة منهم في تفعيل دورها وللمساعدة على تطبيق مبادئها على أرض الواقع والبعض الآخر أعطى الأمثلة الملموسة على إمكانية تحقق مبادئ تلك الوثيقة من خلال شخصيات دينية وفكرية مرموقة مثل كخيسين دوشاخجي ويوكيم مبارك وعبد الجواد ياسين وفتح المسكيني والدكتور ردواني السيد المتواجد معنا اليوم أو من خلال تجارب إيجابية في مناطق جغرافية محددة مثل تجربة الأخوة في تبحرين في الجزائر أو من خلال كراءة للنصوص الدينية ولتاريخ الأديان تستخرج منها ما يتطفق مع مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية البعض الآخر منا الذي أراد أن يلفت نظرنا للتاريخ الصعب للحوار بين المسيحية والإسلام من خلال الحالة المصرية رغبة منه لا في وصف المشهد محبط للحوار بين الجانبين ولكن الاستثمار تلك الفرصة النادرة التي تمثلها وثيقة الأخوة الإنسانية وعدم الرجوع لنقطة البداية والنظر للوضع الحالي الذي يشهد انفراجه بواقعية وذلك لتخطي عقبات الحوار ومعالجتها من جزرها مثل ما فعل البروفيسير دوميني كافان والبعض الآخر اقترح الأطر القانونية التي يمكنها أن تضمن مبادئ الأخوة الإنسانية والبعض الآخر أسهب في توضيح كيفية أن تصل المؤسسات الدينية والتعليمية للاعب دورا محوريا في ترسيخ مبادئ وثيقة الإخوة الإنسانية خصوصا في عقول ونفوس الشباب الذي أشكر بعضهم على الحضور بيننا اليوم والفضل يعود لكرسي قنواتي للدراسات الشرقية الذي يقوده زميلنا العزيز إيمانويل بيساني أساد الحضور كان هذا المؤتمر مناسبة نفيسة ونادرة للأسباب الآتية أولا لتعزيز حضور السرديات العربية التي ما زالت شبه غائبة أو محدودة التأثير في الوسط الأكاديم العالمي خصوصا الغربي منه على الرغم من أهميتها وجدياتها وأصالتها ثانيا تعزيز حضور اللغة الفرنسية كلغة بحثية في منطقة الخليج العربي رأينا العديد من المحاضرات والمداخلات باللغة الفرنسية وهذا انتصارا للغة والثقافة الفرنسية وهي رافض هام لفهم التعقيدات والمستويات المتعددة للظواهر المرتبطة بعالمنا العربي واستشراف مستقبل تلك الظواهر ثالثا لتقييم المؤتمر بشكل متعدد التخصصات قانوني، لهوتي، جيوسياسي إلى آخره لطرق استقبال وفهم هذه الوثيقة في الذكرى السنوية الخامسة لتوقعها هنا في أبوظبي وهكذا استكشاف التحولات اللازمة لتعزيز الأخوة الإنسانية العالمية في المجالات الاجتماعية والسياسية والتدينية رابعا المؤتمر تبنى مقاربات تطبيقية سعت لإيجاد حلول واقعية للمشكلات والتحديات التي تعيق التقدم في مصار الأخوة الإنسانية خامسا وأخيرا تمكن المؤتمر من تجنب ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي بيغناغ لايخ الإمبريالية العلمية التي تفرد تفسيرا واحدا على أنها الحقيقة المطلقة وتنفي التفسير الأخرى وبخاصة عن تلك التفسير والأفهام والمقاربات القادمة من خارج أطرها الثقافية والأكاديمية وكذلك استطعنا أن نجابه ما نسميها النسبي المتطرفة التي تفرد تقبل كل التفسيرات والأفهام والمقاربات بثرف النظر عن مدى علمية المنهج المستخدم وذلك للتشويش على التفسيرات الجادة الناقضة والمفككة لاسترديات المهامين في نهاية هذا المؤتمر يوم أن قرمته الأكاديمية الفرنسية قال أمين معلوف في كلمته اليوم هناك جدار قد سقط في المتوسط بين الفضاءات الثقافية التي أنتم إليها طموحي والكلام لأمين معلوف طموحي هو المساهمة في هدم هذه الجدر لطالما كان هدف حياتي وكتاباتي وسأواصل السعي إليه إلى جانبكم أرجو أن يكون هذا المؤتمر قد هدم جدارا صلبا بين الجدران التي كانت تفصل بين المؤسسات البحثية في العالم العربي والعالم الغربي أو الغرب وجدارا آخر كان صلبا كان أصلب وكان يفصل التعاون بين الجامعات الرصينة والعريقة ومراكز البحوث الفتية والوعدة شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا لكم